السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين العزاء في كل مكان بنرحب بحضرتكم صحيفة بريطانية بتؤكد بوتين تعرض لمحاولة اختيال وتفاصيل الحادث لا تزال سرية كشفت صحيفة الصن البريطانية عن تعرض الرئيس الروسي فلادمير بوتين الى محاولة اختيال لا تزال تفاصيلها مجهولة وده لما كان راجع الى مقره الرسمي واللي نفذ العملية نفذها بدراجة نارية يعني موتوسيكلة بإلقاء كومبيلا ما تسبب في انفجار اطار سيارته وتصاعد الدخان منها نقرت صحيفة الصن البريطانية اليوم الاربعاء عن مصادر في الكيرملين ان سيارة الرئيس الروسي الليموزين تعرضت للهجوم بكمبيلا واصيبت في عجلتها الامامية اليسرة واعقب ذلك ظهور دخان كسيف الا ان بوتين لم يصاب بأي ازا وجرى تأمينه مؤكدة انه جرت اعتقالات عديدة من جهاز الامن التابع له وزعمت الصحيفة البريطانية ان الهجوم استخدمت فيه دراجة نارية وصيارة اسعاف مرتبط بالحرب الدائرة في اوكرانيا ولا يعرف بالتحديد متى حدثت تلك المحاولة التي ما زالت تفاصيلها سرية جدا بحسب الصحيفة البريطانية التي اكدت اختفاء عدد من الحرس الخاص ببوتين عقب الحادث دي كانت كل تفاصيل الخبر اللي معنا النهاردة محاولة اختيال الرئيس الروسي فلادمير بوتين طبعا اي جديد هنتابع مع حضراتكم وهننقل لحضراتكم كل التفاصيل اول باول علشان كده بدعوك للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان دايما يوصل لك كل جديدنا اول باول شكرا ليكم سلام اشتركوا في القناة